السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس يزور المنتخب باستخدام كلمات نادي القرن الحقيقي فتح باب حجز التذكر لو بطولة دبي الودية نبتدي بالرئيس طبعا الرئيس يزور المنتخب غدا أكدت بعض الأخبار والتقارير الصحفية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سيزور معسكر المنتخب اليوم منتخب مصر والذي يستعد لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية القادمة في كوتيفوار ويخوض الآن معسكر مغلق في العاصمة الإدارية تعالوا رح لهم العاصمة الإدارية هي جنبنا يعني مش بعيد أكدت الأخبار أن الرئيس السيسي سيزور معسكر منتخب مصر لدعمه ومؤذرة المنتخب قبل التوجه إلى كوتيفوار وخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية وسيكون على رأس مستقبلي الرئيس الوزير أشرف صبحي المطبلاتي وزير الشباب والرياضة الفاسد إلى جانب كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري الفاسدين لقرة القدم منتخب مصر سيأخذ مباراة ودية وحيدة قبل السفر إلى كوتيفوار أمام تنزانيا استعدادا لخوض المنافسات الأفريقية وبنقول للمنتخب طبعا إن شاء الله بتوفيه في كل مبارياتك وبنقول للاتحاد الفاسد تقل عندكو دم شوية وبنقول لوزير الرياضة احترم نفسك وعامل ربنا لأنك أنت كده يعني إنسان هنقول إيه لو هنش عارف يقول عليه إيه هو أولا ماليوش لازمة من الآخر كده هو ماليوش لازمة هو حطينه على الكرسي كده الكرسي بتهيقلي ليه لازمة لكن هو ماليوش لازمة والتحاد التاني التحاد كلهم خدمين ماليهمش لازمة طب يا رئيس إحنا بنجدك يعني زي ما أنت بتروح للمنتخب كده وأكيد عندك أخبار عن الكرة وامتابع وأكيد سيادتك كروي هو ما عرفش أهلاوي ولزم الكاوي برضا اللي يعرفه هو أهلاوي ولزم الكاوي يقول لنا في التعليقات يعني خلي بالك شوية من اللي بيحصل يعني حط حد اللي بيحصل لأن الكرة كده رايحة في دهية ده إذا ما كانتش راحت في دهية خلاص اللي بيحصل من الاتحاد الفاسد زيادة اللي بيحصل من الأندية دي زيادة اللي بيحصل من الحكام زيادة اللي بيحصل لمنتخب مصر لخدمة النادي الأوحد زيادة فزي ما أنت بتروح للمنتخب وحريص على أنك تدعمه ادعم الرياضة في مصر الرياضة اللي راحت في دهية بسبب النادي اللي الكل بيخدم عليه وأكيد وصله لك الأخبار كل الرياض منظومة رياضية بتخدم على نادي واحد فكده الرياضة راحت في دهية كلهم خدمين فهو ده اللي بنتمنى إن حد يخلي باله من الرياضة في مصر طالما بتاخدوا بالكم من المنتخب خدوا بالكم من اللي بيحصل برضو في المنتخب واللعيبة اللي بتتاخد في نصاص الرياضة من المنتخب عشان ما تشاركش علشان عندهم بطولات تانية أهم من المنتخب فكده بيبقى كتير فأخلي بالكم شوية من الرياضة في مصر لأنها فعلا راحت في دهية هنروح استخدام كلمات نادي القرن الحقيقي فتح باب حجز التذاكر لبطولة دبي الودية أعلن نادي دبي عن فتح باب حجز التذاكر لبطولة دبي الودية الذي سيشارك بها زمالك كأس دبي للتحدي والذي سيشارك بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سيشارك في بطولتين في الإمارات في الفترة القادمة حيث البطولة الثانية ستكون بطولة دبي والتي ستبدأ يوم 26 يناير الحالي نادي دبي أعلن عن فتح باب حجز التذاكر للمباريات مستخدما عبارة نادي القرن الحقيقي عن نادي الزمالك حيث كتب عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل X كتب قائلا معلنا عن فتح باب حجز التذاكر نادي القرن الحقيقي جاي أحجزوا تذاكركم الآن لو مشاهدت مباريات الزمالك في كأس دبي للتحدي من 26 إلى 28 على استاد المكتوم بالتوفيق كل التوفيق لنادي الزمالك طبعا في كل مباريات والدياء وكل المباريات وطبعا هو ده فعلا نادي القرن الحقيقي رغم عن أنف البطولات ما حدش يجي يقول لك أصل السبع أكبر من التسعة هم بيحسبوه كده أنا عمليه بس رئيس النادي أصلوا معها دي أخوان عنده السبع أكبر من التسعة ما خدش رياض ما تعلمش ما حدش عدله كده الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع فين تسعة ما فيش تسعة فيه لكن هو عنده برضو السبع أكبر من التسعة فريحوه ريحوه خذوا أنت ريحوا هنعمله إيه بس هنعمله إليه يخذ تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وإن شاء الله موافق في البطولة وتحية كبيرة للمتخب وإن شاء الله يتوفق في المباريات كلها بإذن الله تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وللجمهور العظيم جمهور نادي الزمالك المحترم